شارك وفد من وزارة شؤون الكهرباء والماء في الاجتماع الأقليمي الخامس للتحالف الدولي للطاقة الشمسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والوصول لحلول مبتاكرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بهدف خفض انبعاثات الكربون والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة وتأتي مشاركة وزارة شؤون الكهرباء والماء متماشية مع توجه مملكة البحرين لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للظروف المناخية والعمل على تحقيق المبادرات التي تصب في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة هذا وتطرق الاجتماع إلى همية تنويع استثمارات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على جميع مناطق العالم وأليات الانتقال إلى الطاقة النظيفة وإمكانية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتحقيق انخفاض أكبر في التكاليف وضمان حصول الجميع على الطاقة بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص اشتركوا في القناة